بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تغيرت إنتاجية العالم تضاعفت الثورات أنتقل العالم إلى ثورة صناعية ثانية وثالثة واليوم نعيش الثورة الصناعية الرابعة اليوم وفي هذا العصر نحن نمر بنفس التحول تحول شبيه التحول هذا يغير من مفهومنا للمستقبل ككل من خلال هذه الأحداث التي حصلت في عام 1811 طلعت حركات أيضا حركة اللا دايس التي دائما تكون ضد التغيير وموجودة أيضا في عصرنا الحالي اليوم تطلق هذه المبادرة لأن البرمجة هي اللغة الأساسية لغة البرمجة ستكون اللغة الأساسية للمجتمعات مستقبلا اليوم إذا نظرنا نحن إلى الأجهزة حولنا إذا نظرنا إلى الأجهزة التي تنظم ضربات القلب تقوم بعمل 80 ألف سطر لبرمجة هذا المنظم إذا نظرنا إلى الطائرات على سبيل المثال ومساراتها اليوم حاليا هناك أكثر من أربع مليون سطر للبرمجة كي تطير هذه الطائرات بأمن وأمان إذا نظرنا إلى قطاع السيارات مثل تسلا على سبيل المثال تقوم على البرمجيات 40% من قيمة السيارات قائمة على البرمجيات فالعملية مختلفة في هذا العصر البرمجة هي الأساس ولغة البرمجة هي اللغة العالمية الوحيدة التي لا بد أن يتعلمها سبع مليارات نسمة إذا نظرنا إلى عام 1969 نيل أرمسترونغ حط على القمر وكانت مغامرة بشرية بخروج الإنسان من هذا الكون كنا نعرف نيل أرمسترونغ ولكن الكثيرين لا يعرفون مارغرت هاملتون هي الأساس هي التي صممت من خلال البرمجة طريق المسبار من الأرض إلى القمر فالبرمجة موجودة في جميع نواحي الحياة اليوم ستكلم عن كيف ستغير لغة البرمجة العالم وستكون لدينا سبع وقفات الوقف الأولى هو دور البرمجة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي تغير العالم خلال السنوات الماضية اقتصاد العالم بدأ يتغير والتغير أيضا سريع جدا إذا رجعنا عشر سنوات إلى السابق بدأ عشر سنة تقريبا نتحدث عن 2008 وأهم أربع شركات عالمية موجودة أكبر أربع شركات كانت الشركة الرابعة AT&T شركة هواتف 238 مليار دولار مايكروسوفت 313 مليار دولار جران الإلكتريك 358 مليار دولار وأكسوم موبايل شركة نفط 492 مليار دولار ماذا حصل بعد حوالي عشر سنوات ما هي شركات الموجود اليوم اليوم لدينا جوجل لدينا أمازون لدينا مايكروسوفت ولدينا أبل هي أكبر شركات عالمية موجودة العامل المشترك بين هذه الشركات هذه شركات برمجيات ليس شركات بترول وليس شركات معدات كهربائية ولكن العامل المشترك هي شركات برمجيات العامل المشترك أيضا أغلب الناس اللي قاموا بهذه الشركات هم في الأصل مبرمجي فهنا نتحدث بأن ثروة المستقبل أو نفط المستقبل هو قطاع البرمجيات والمنقبين عن هذه الثورات الثروات وعن هذا النفط المستقبلي هم المبرمجين وهذا البرامج قايم على البحث عن هؤلاء المنقبين اليوم تحدثت سعادتها عن أكبر الشركات في العالم شركات مواصلات مثل أوبر فكرة بدت صاحب أوبر أو الذي بدأ أوبر ترابيس كان كان في مؤتمر في باريس طلع من المؤتمر كان يفكر ياخذ سيارة تاكسي ما حصلها نزل الفكرة على توتر على فكرة أن عندي هذه الفكرة عائز أعمل شركة للمواصلات في 2010 بدأ بثلاث سيارات تطبيق ثلاث سيارات اليوم أوبر من خلال منصة موجودة في ثلاث ستين دولة سبعمية مدينة وتوفر أربع ملايين فرصة مبرمج وفكرة وتطبيق دكي عندما نتحدث عن الفنادق اليوم هل أكبر سلة فنادق موجودة هلتن الشرطن الماريوت لا هو تطبيق دكي قاموا به ثلاثة من الشباب ولديهم حوالي خمسمية مليون غرفة فندقية في العالم عندما نتحدث عن أكبر وكالة أنباء في العالم فيها ما يقارب ثلاثمية وواحد وعشرين مليون مراسل وعلى فكرة يعملون مجانا هذه ويبعثون يوميا خمسمية مليون خبر بعض الأخبار على فكرة غير صحيحة وبعض المراسلين موجودين اليوم معنا الناس اللي موجودين على تويتر عمنا هو رسال أخبار واخبار العالم تغير العالم تغير منظوم العالم في عام المشترك هو لغة البرمجة بالمتوقع خلال العوام القادمة اليوم إذا نظرنا نحن إلى قطاع النفط في 2017 كم حجم هذا القطاع ما يعادل خمسة رليون دولار إذا ننظر المستقبل في 2030 ما هو حجم قطاع الذكاء الاصطناعي والبرمجة ثلاثة ضعاف حجم القطاع النفطي 15.7 رليون دولار في 2030 لهذا أقول نفط المستقبل هو هذا القطاع قطاع البرمجة والذكاء الاصطناعي والمنقبين عن هذه الثروة وهذا النفط المستقبلي هم المبرمجين الذي من خلال هذه الموادرة نحاول أن نكتشفهم الوقفة الثانية هو دور البرمجة في إعادة تشكيل المعرفة البشرية ومضاعفتها اليوم من خلال هذه البرمجة الإنسان أول ما دون بدأت تدوين من خلال الكتابة بدأ في هذه المنطقة الكتاب الأولى كانت في أوغاريت الكتاب الأوغاريتية في شمال سوريا بدأت تدوين وانطلق إلى الحضارات كلها ولكن المعرفة البشرية تغيرت ما تم انتاجه خلال فقط العامين الماضيين يعادل الآلاف السنين من النتاج المعرفي فالمعرفة البشرية تغيرت تماما وحجم المعرفة في المستقبل سيتغير تماما اليوم بنوصل لناتج في الدقيقة الواحدة ننتج معرفة بشرية تعادل الأعوام السابقة اليوم إذا نظرنا حجم المعرفة في الدقيقة الواحدة فقط دقيقة واحدة ماذا ننتج من المعرفة يوتوب ننتج أربع ملايين فيديو جوجل في الدقيقة الواحدة هناك ثلاثة فاصلة ستة مليون عملية بحث على انستجرام هناك ستة أربعين ألف صورة في الدقيقة الواحدة في السناب خمسمائة ألف صورة في الدقيقة الواحدة وهناك أربعمائة وخمسين ألف تغريدة في الدقيقة الواحدة أما الوقفة الثالثة فهي البرمجة ستكون المصدر الرئيسي للوظائف في المستقبل لهذا المشروع هذا والمبادرة هذه لأهمية كبيرة للمستقبل إذا نظرنا إلى حجم المبرمجين اليوم على مستوى العالم هناك 23 مليون مبرمج على مستوى العالم المتوقع في عام 2024 الاحتياج سيكون إلى 28 مليون مبرمج الولايات الاتحدة الأمريكية تحتاج سنة القادمة مليون مبرمج إضافي لهذا دور هذا البرنامج مهم جدا للمستقبل ونحن كأبناء لهذه المنطقة لا بد أن نحجز لنا مقاعد للمستقبل إذا نظرنا إلى أبرز الوظائف المستقبلية في 2030 نتحدث عن محللين بيانات علماء بيانات أخصائيين بيانات أخصائيين في التجارة الإلكترونية منذ الآن مناهجة تعليمية لا بد أن تتغير كي تواكب هذه المتغيرات الصين على سبيل المثال لديها سبع جامعات إلى الآن طلعوا أربعين ألف خريج متخصص فقط في البيانات الضخمة لهمية هذا القطاع لهذا الصين بدت تتقدم وبصورة كبيرة في قطاع التكلونج وبلغص في آخر عشر سنوات البرمجة أيضا ستغير من شكل الحكومات في المستقبل عملنا بيتغير كوزراء وكمسؤولين في الحكومات كيف اليوم هناك مراكز خدمية موجودة في جميع مدن العالم تقدم الخدمة من ثمن صباحا إلى الرابع مساء صاحب السمو أطلق قبل حوالي شهر ومن هذه القاعة برنامج مهم جدا وهو كيفية تحويل التطبيقات الذكية إلى خدمات حكومية هذه ستغير من أمور كثيرة جدا وهذه المبادرة التي طلقها صاحب السمو نموذج للقادم في الحكومات معناها الخدمات الحكومية ستقدم 24 ساعة في اليوم سبع تأيام في الأسبوع 365 يوم في السنة الجيد اليوم في المنطقة العربية في 157 مليون هاتف ذكي مبادرة صاحب السمو تخلق تطبيقات حكومية ستقدم الحكومات العربية الأخرى صناعة جديدة ستقدم وهي صناعة التطبيقات في الخدمات الحكومية اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية نسبة الهواتف الذكية تقرب حوالي 83% فمعناها أغلب الخدمة ستقدم عن طريق هذه الهواتف وهذه توفر كثير من جهد المواطن وأيضا من ميزانية الحكومات على مستوى العالم كلفة المعاملات الورقية أكثر بـ 3000% عن كلفة المعاملات الرقمية هذا تقرير من الأمم المتحدة فنسبة الوفر في المعاملات الرقمية ستكون كبيرة جدا وفي المستقبل سوف تحلل الحكومات الرقمية محل الورقية بالمطلق لهذا أعتقد وزارة الاقتصاد الرقمي كانت مبادرة جميلة وسباقة من المملكة الأردنية الهاشمية في هذا القطاع البرمجة ستكون دائمة أساسية في منظومة عمل حكومات المستقبل اليوم عندما ننظر نحن إلى 40% من المعاملات الحكومية والخاصة ستتم معالجتها عن طريق الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذي قايم على المبرمجي يوفر على الحكومات والشركات على مستوى العالم حوالي 62 مليار دولار التي تتكبد الحكومات من السوء أو الشركات الخاصة أيضا من سوء المعاملة البرمجة ستكون عصب الحكومات في المستقبل أما الوقفة الخامسة فأننا نتحدث عن دور البرمجة في تحقيق أيضا وفرات ضخمة بالنسبة للحكومات وفق تقليل منتدل الاقتصاد العالمي العام 2018 توفر الحكومات ما يفوق تريليون دولار باستخدام تطبيقات الدفع الذكية المبنية على البرمجة هذا حسب تقرير المنتدل الاقتصادي العالمي فبدأ الوفر في قطاع فقط قطاع واحد قطاع الدفع الذكي يمكن هناك تجربة كانت في حكومة جبي أيضا عن طريق الدفع الذكي حاولنا نقيس كم الوفر الذي يتحقق خلال العوام السابقة تقريبا 4.3 مليار درهم مع زيادة انتاجي بنسبة 6% المشتريات الحكومية صاحب السبب الشيخ محمد بن راشد المكتوم قبل شهر أطلق تحدي الحكومة اليوم المشتريات الحكومية تستغرق 60 يوم قال تعلموا من القطاع الخاص في منصات موجودة علي بابا وأمازون الأسعار موجودة الأسعار التفضيلية موجودة في شفافية طلب أن نحول أيضا الستين يوم هاي إلى 6 دقائق عن طريق البرمجة أيضا كذلك فعن طريق البرمجة سيكون هناك توفير في الموارد المالية سيكون هناك أيضا تسريع بالإجراءات الحكومة ستتعامل مباشرة مع العميل وسيختفي دور الوسيط وستكون هناك رقابة لحظية على جميع الإجراءات عارفين نحن بالضبط المعاملة متدقلت متسلمها مرة ثانية العامية أما الوقفة السادسة اليوم البرمجة نفسها والتكنولوجيا أصبحت هي أساس للنظام العالمي الجديد اليوم نسمع تصريحات وبالأخص بين الولايات المتحدة والصين اليوم اليوم الصراع هذا هو صراع قائم على البرمجيات والتكنولوجيا لأن هذا هو المستقبل يتحدثون عن 5G أهمية 5G هو أن سيعطي قدرة وسرعة تعادل من 100 إلى 200 مرة الوضع الحالي ضعف أضعاف السرعة الحالية قائمة كلها على إعادة برمجة البنية التحتية للاتصالات ولكن جميع التطبيقات والمبرمجين يقومون بعمالهم اليوم لرفع هذه النسبة مرحلة جديدة من المنافسة الاقتصادية العالمية العالم بين قسم إلى قسمين قسم لدي هذه المعرفة وقسم قد يكون ما عنده هذه المعرفة اليوم إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة إذا يعني اليوم عندما نتحدث عن 5G إذا الولايات المتحدة خلال سبع سنوات تقدمت في موضوع 5G كم العايد الاقتصادي سيكون لها ما يعادل حوالي 1.2 تريليون دولار 5 ملايين وظيفة جديدة تغير المعادلات الاقتصادية تماما لهذا عشان نفهم الصراع لا بد أن نفهم هذه الأرقام وكلها قائمة على البرمجة خلاصة الموضوع بأنه من يملك هذه التقنية سيملك المعلومة ومن يملك المعلومة يملك القرار ومن يملك القرار يملك المستقبل أما الوفوة السابعة فهي دور البرمجة كممكن للشباب في صياغة مستقبل العالم شبابنا في المنطقة العربية طموح شباب لديه رؤية ودور هذا البرمج هو تفعيل شبابنا في المنطقة العربية اليوم هناك نماذج عالمية بدأت بإمكانيات بسيطة جدا نتكلم عن علي بابا شركة مبيعاتها فوق 850 مليار دولار سنويا بدأها مدرس لغة انجليزية مع مجموعة من أصدقاء 18 شاب شاب جمعوا في شقة جمعوا 80 ألف دولار اليوم يوصل جاك ما عام الخمسين فروته كانت 21 مليار دولار أصرار شاب مدرس لغة انجليزية عن يحقق المستحيل وحقق شاب مثل ترابيس كلينغ من أوبر بدأ بفكرة مشكلة حولها إلى فرصة إلى تغريدة كان كانت عملية الشاركة والكراودسورسيق بالنسبة للفندي اليوم قيمة الشركة طلعت اعتقد قبل حوالي أسابيع تقريبا خمسة وثمانين مليار دولار منصة وتطبيق ذكي تكلمنا عن AirBnB ثلاثة شباب لديهم شقة صعب دفع الإيجار أجروا أجروا سرير هوائي أول ثلاثة نزلاء عندهم بالشقة شخص كان من الهند وامرأة بوصن وشخص من ولاية يوتا هذه نماذج لفروات المستقبل ونفط المستقبل قائمة على مبرمجين من المنطقة الأردن والشباب الأردنيين نماذج للمبتكرين والمبدعين والمبادرين على مستوى المنطقة إحسام خوري فادي غندور سميح طوقان على مكتوب فكرة بدت بدأ واعتقد في بيت عائلة السميح التجربة ومن ثم اشترت شركت يهو ب85 مليون دولار في عام 2000 سوق دات كوم هذا رينالدو شحور من حلب بدأ شركة في مدينة دبي للتجار الإلكترونية مكافح وعصامي أمازون زار جب بيسوس قبل حوالي سنتين واشترا شركته سوق دات كوم بعدة مليارات من الدراهم ففي المنطقة في شباب مبتكرين مبدعين من أردن من سوريا من مصر من لبنان يستطيعون أن يحققوا المستحيلات كريم تحدثنا عن أوبر شركة كريم ثلاثة شخاص مدثر شيخة عبدال الياس وماكنس أولسن طلعوا من القطاع الخاص وعملهم مشروع في مدينة دبي كان عندهم أسبقية 2012 بدأوا شركة كريم قبل دخول أوبر إلى سوق المنطقة بعام واحد عندهم ثلاثين مليون زبون قبل شهر يمكن قريتوا الخبر هذا التطبيق الذكي الذي بدأ في 2012 شركة أوبر اشرته بحوالي ثلاثة فاصل واحد مليار دولار المنطقة فيها قصص نجاح وهناك آمال كثيرة في منطقتنا العربية رعايتكم يا صاحب السمو لهذه المبادرة هي رعاية للمستقبل اليوم هي من اللحظات المفصلية في المنطقة لأبناء المنطقة هي أن نكون أو لا نكون من خلال تقنية واحدة موجودة للجميع متوفرة وهي البرمجة نستطيع معا كابناء لهذه المنطقة أن نبني مستقبل أفضل أن نكتشف الموهوبين من أبنائنا لأن اللغة الأساسية في المستقبل هي لغة البرمجة التي قوامها الشباب في هذه الأرض الطيبة المعطاءة التي صنعت الحضارات التي نحت أبنائها الصخر وحولوا إلى تحف معمارية حضارية للإنسانية نبدأ بداية جديدة من خلال مبادرة المليون مبرمج أردني وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر